تعالوا نستكمل الموضيع بتاعة المشاكل اللي بتيجي في الكاش في لودا جرام ناخد اكزامبل مهم جدا يوضح الطالب فهم ولا مش قادر يستوعب الاكزامبل ده ممكن يخليك تستوعب الموضوع A person pays a small piece of land for 5,000 down and defer annual payment of 500 a year for 6 years starting 3 years from now هيبدأ دفع من 3 سنوات من الان What is the present worth ما هي القيمة الان of the investment if the interest rate عبارة عن 8% per year لما نحب الكلام ده نجاوب عليه نقدر نرسم الكاش في لودا جرام بهذا الشكل انا بدفع الان 5000 وبعدين ببدأ ادفع من السنة الثالثة دفعات منتظمة عبارة عن 500 دولار per year وعاوز اجيب قيمة الكلام ده كله في السنة الصفر هنا يبقى الخمس تلاف لما حطوهم في السنة الصفر مش هيتضربوا في اي فاكتور لانك انت واقف عليه وما فيش فيها مشكلة المشكلة في الرقم اللي هو الخمس ومية كل سنة طبعا شو واحد اقولك ممكن يا دكتور اجيبهم to find be given if 3 سنين زائد to find be given if 4 سنين ثم وخمس سنين ثم وست سنين كلام ده صحيح بس ما هواش هندسي يعني فكر الهندسي يبقى فكر من زي ما بيقولوا من اين تؤكل الكاتف بسرعة طب يبقى في الحالة ديت الجزء الاولان اللي هو خمس تلاف تفاقت انه هو مش هيتضرب في حاجة لكن انا عندي فيه الخمسمية دول الخمسمية دول اجيبهم على مرحلتين المرحلة الاولانية تجيبهم منه قبل الدفعة بسنة يبقى انت جبتهم present وهم annual وحسب سعر الفايدة اللي موجود في المسألة وعدد الدفعات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وست يبقى انت حولتهم الى رقم individual ارجع اشوته بقى على zero to find b given if وحسب سعر الفايدة وسنتين يبقى يحتاج to factors سيما بقولوكوا كده الواحد لما يبقى واقف قدام المرمى وعاوز يجيب هدف ومش قادر فبياخد الكورة على صدره ثم يشوتها في الجول ياخد الكورة على صدره يعني يجيبها في المكان المناسب انه هوت ثم بعد كده هوت يروح لدعه هفقون عن dn بيساوي zero مباشرة واخدين بالكوا جماعة يبقى solutions بتاعي الجزء الاولاني هجيبه to find b given a واصبح موجود في السنة التانية وبعدين انا عاوز اودي تاني هناك وما اضربه في factor to find b given f يبقى جبته على مرحلتين يبقى b واحد مش هتتضرب بأي حاجة وبثنين بعد ما تضربها في two factor يبقى تقدر تجيب الكلام ده عند الزيرو level مسألة كمان كالكوليت زا 8 يير اكوافلانت يونيفورم annual worth amount at 16 per year 16% per year interest for the uniform disperience in figure النقوة عندي 8800 دولار بيجو من اول على السنة هنا واحد اثنين السنة الثالثة عاوز تجيبهم في السنة zero مين يقول لي الرقم ده يتضرب في ايه لو انت عاوز تجيبهم في السنة present التمنمية مقدرش اجيبهم على مرة واحدة في السنة zero اجيبهم قبل اول دفعة بسنة يبقى دي الشوطة الاولنية خدت الكرة على سدرك شوطها بعد من انهوت من هوت يبقى الاول اضربه في الفاكتور تفاينت بيجو من ايه حسب سعر الفايدة اللي عندك وحسب عدد البيمنت الدفعات واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ست وبعد ان ارجع دي بي وهو في فيوتشر بعد ما حولته الى رقم وحيد انهوت وحسب سعر الفايدة وسنتين اجيب الرقم ده من التابل ورقم ده من التابل اضربه اقدر اجيب الرقم عند ال present اللي عنده يوبا زي ما قلت ال present 800B على A وست سنوات ثم اخذ الرقم ده اضربه B على F وسنتين يطلع الكلام ده اللي عندي واخدين بالكوا جماعة عشان احوله الى annual وانا جبت present ارجع ارمي ال present الى annual على مدة السنوات اللي عندي اللي هي 8 سنوات لو هو عاوزه annual لو هو عاوزه ايش annual وانيبالكو يبقى لو عاوزه اجيبه future اضربه فيه future وهو annual بعد ما حولته annual بهذا الشكل اذا لازم تاخد بالك زي بتحول منين بالزبط بحيث ان ال annual بيجي قبل منه بسنة لكن future مع اخر دفعة ونبدأ نشوف نتعامل مثال تاني company invest 2500 in a new air compressor سبع يير اجوه لمدة سبع سنوات اذا اعني والانكم من ال compressor عبارة عن 750 في اديشنال كمان في مية spent on maintenance في التكلفة during the first year وهذه التكلفة بتزيد بمعدل 25 وبعدها gradient the company plans to sell the compressor for salvage value salvage value بالاخر بعد ما ينتهي العمر 150 لو سمحت انشئ لي بس cash flow diagram بتاع هذا الموضوع يبقى الله انا النهاردة من سبع سنين يعتبر لو عندك السنة دي تعتبر zero انا بروح اشتري بالكلام ده وبعدين بصرف عليه 100 دولار كل سنة لكن بتزيد بمعدل 25 يعني هنا 100 بقت 125 وكمان 25 بقت 150 وكمان 25 فانا بفصل الزيادة عن المعدل المتساوي يبقى المتساوي 100 والزيادة لعندك 25 لكن بيجيب لك إرادات فوق عبارة عن 750 750 وفي الآخر بتبيعه salvage value اللي هو 8 الخردة اللي عندك طالب منك الكاشف لو انت عاوز تجيب البرزنت مثلا ففي الحالة دي البرزنت هنقول والله ده بالنيجاتيف وده بالبوزيتف والنيجاتيف اللي عندك هيبقى 2500 مش هتضربه فحاجة زائد المية تضربه في الفاكتور to find B given A وحسب سعر الفائدة وعدد السنوات اللي عندك وده هيتضرب في الفاكتور to find B given G وحسب سعر الفايد والن ده كله بالنيجاتيف بعد كده زائد الكلام ده يتضرب في الفاكتور to find B given A وحسب سعر الفايد وعدد السنوات بتاعت العمر وبعدين المية وخمسين ده هيتضربه علشان هو رقم في الفيوتشر عندي بهذا الشكل يبقى السليوشن بتاعك ممكن تعمله في تيبل زي كده او ممكن تستخدمه كاشفلو دا جرام بهذا الشكل ده النت بتاعك خصمت البوزيتيب ناقص النيجتيب يطلع الكلام ده ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته